معروف إن خطابات التوصية من أحد أهم الملفات اللي بتكون مطلوبة للتقديم على منح أو حتى في وظايف فحبيني النهار ده نعرف من ضيوفنا إيه هو خطاب التوصية وإيه أهمية الخطاب ده مين ممكن يكتب لنا الخطاب ده هل لازم مشرف هل الأستاذ هل رئيسنا في العمل مثلا وزي ممكن نحن نطلب خطاب التوصية هل ممكن نحن نكتب خطاب عام مثلا يبقى موجه لأي مكان احنا عايزين نقدم فيه ولا المفروض يبقى مخصص لجهة بعينها فهنبدأ إن شاء الله الحوار من عن الدكتور أحمد ماضي تفضل يا دكتور سلام عليكم جميعا وشكر على تنظيم الانسيشن دي النهاردة بالنسبة للمنح سواء الماجستير أو الدكتوراه أو حتى في البوست دوك وبعد كده يعني وبرضو في الوظائف يعني على الأقل في أمريكا في وظائف كتير منها بأصحاب الشركات أو الناس اللي بتبقى شغالها في الشركات بدايما بتطلب جوابات توصية أو أسامي بعض الريفرنسز بحيث إنه ممكن يتم التواصل معهم حتى ممكن بياخدوا التوصية فيربال يعني بالتليفون مش بالكتابة يعني فتقريبا يعني الجواب ده بيتطلب في كل حاجة ليه علاقة بالوظائف أو دراسات العليا يعني على الأقل في أمريكا هنا يعني بالنسبة للمين اللي بيريكوميند دي هتختلف بقى من شخص الآخر بس يعني في الوظائف في الأكاديمية أو في الدراسية بيبقى غالبا بيوصي ده بيبقى الأستاذ أو مشرف على الشخص أو كان بيدرس له في كورسات أو كده ممكن برضو بيبقى ممكن لو كان بيتطوع في مؤسسة معينة ممكن برضو كان مديره في التطوع ده لو كان ليه دي نشاطات في منظمات أو أماكن بره إطار الجامعة وشايف أن العمل ده حيفرق معاه في التقديم لمنحة معينة أو لدراسة معينة فبرضو ممكن نجيب من اللي كان مشرف عليه في المكان ده أو رئيسه في العمل في المكان ده يعني فدي تقريبا شوية من الفئات اللي ممكن الواحد يطلب منها جوابات توصية طبعا أهم شيء يكون اللي بيوصي ده يكون بيعرف الشخص فترة كبيرة يعني ما يبقاش مجرد يعني دايما بحس الناس بتحاول تدور على حد اللي هو طايتل بتاعه كبير يعني مثلا لك أنا جايب توصية من عميد الجامعة أو عميد أو أسف عميد الكلية أو رئيس الجامعة طب هو يعرفك تعامل معاك فترة طويلة فتلاقي مثلا لا هو ممكن يداله مثلا كورس في حين مثلا ممكن كان في حد مشرف عليه بحث مثلا بحث التخرج فده ممكن يبقى قاعد معا مثلا سنة أو سنتين وممكن يكون مثلا يداله كورسات في الدراسية فيبقى اداله كورسات وأشرف عليه في بحث التخرج فممكن تبقى التوصية بتاعته لها يعني لها وزن أتقل كتير من حد تاني ما يعرفش الشخص اللي بيوص عليه بشكل عميق يعني فدي مهمة يعني مهم الناس تركز من اللي هيكتب لهم التوصية ويكون حد فعلا عرفهم لفترة طويلة مش مجرد بس ان انا بجمع كهبات توصية من خمسة ستة ممكن بس درسولي كورس أو جزء من كورس على مدار السنين الدراسية تمام جدا تمام جدا انا بس في سؤال عندي لان فعلا اتسألناك كذا مرة قبل كده من طلبة يعني لو مسلا حد كان بقليه نشاط تطوعي لفترة طويلة وحابب يقدم في منحة مسلا بس ممكن يكون هو برضو شغال ممكن يقول في الماجستير أو حاجة بس هو في مشاكل مع المشرف هل ممكن الخطاب اللي ياخده من مكان تطوعي بالمدير وفي مكان تطوعي يغني عن الخطاب اللي هيبقى هو محتاجه من المشرف بذات لو مش هيقدر ياخده يعني في الحالة دي لو في اي مشاكل مع المشرف بالمقصة اللي بيبقى يعني بيعمل ماجستير وبيقدم لو بيقدم على دكتوراه فافضل اختيار يبقى المشرفين بتوعه هم اللي يكونوا بيوصوا عليه لو ده مش متاح يقدر طبعا يجيب من مشرفين تانين لكن بتبقى دايما دي ريد فلاج يعني لو انا مثلا في شركة او في جامعة وجايل حد مقدم على مثلا الدكتوراه ونشر ابحاث والابحاث دي فيها مشرفين وبعد كده ببص الاقي الريفرنس بتوعه حاطط لي ناس تانية ملاش علاقة بين مشرفين بتوعه اللي هو خلص مع الماجستير فهيبقى في حاجة يعني هيبقى في ريد فلاج في قلق يعني من الشخص ده ازاي ان هو بيقدم ومشرفين ومش بيوصوا عليه بيبقى في مشكلة طبعا اللي بيبقى بيوصلوا الرسالة دي هو بقاش عارف هي المشكلة في الطالب ولا مشكلة في الدكاترة فهو يعني هيفترد يعني ان هو عايز يتجنب القلق من الشخص ده فيقولي اخس انا اواجعي الدماغ ده ليه اجيب حد ان اقلقان منه فانا اشوف حد تاني يكون يعني عارفين ان علاقته بتكاترته كويس فدي بصراحة الموقف دعم موقف شائك وأنا شفت أنه تسبب في أن الناس ما عرفتش تلاقي دكتوراه بسبب القصة دي أنه هو مبقاش يعني أوتوماتيك أي حد بيبص لازم هيبص على المشرفين ما بيقاش المشرفين بيبدأ يبقى فيه تساؤل فده ممكن يتوضح بعد كده يعني ممكن الطالب اللي هو بيقدم يوضح أي أسباب حاجة زي كده لو كانت أسباب منطقية لكن للأسف يعني لو حد بيقدم على دراسات عليا وواخد التطوع يعني التوصية من حد في التطوع ما ظنش نديه ريليفن تقوي لكن مثلا في بعض المنح بتبقى طلبة عندك خبرة تطوعية فلو جايب التوصية من حد في الجزء التطوعي فدي هتبقى ميزة مش يعني مش الريليفن تي فحسب المنحة وحسب الدراسة وحسب الطالب فأنهي ليفل ويقدم على انهي دراسة التوصية هتختلف ومين الي هيوسل عليك ده هيختلف من 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 ليفل لليفل يعني